تقريدة اليوم تسلط الضوء على شاب سعودي وتكريم فريد له من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هو طالب سعودي تكريمه تم عبر تسمية كويكب تم اكتشافه عام 2000 على اسمه تكريما لإنجازاته في مجال العلوم الطالب عبدالجبار الحمود الذي يتابع دراسته الجامعية حاليا في جامعة بوستن كان قد فاز بالمرتبة الأولى عن مشروعه في مسابقة انتل العلمية التي تقيم المشاريع العلمية لطلاب الثانويات من أكثر من 70 بلدا مشروع الحمود اكتشف طريقة لتعديل جنات النبتة بهدف التمكن من زراعتها في الأقليم أو المناطق الجافة وهو أول شاب سعودي يفوز بالمسابقة الدولية ليتحول اسمه إلى أكثر الأسماء تداولا بين المغردين العرب هذا الأسبوع مع هذه الصور أيضا على تويتر لحظة الإعلان عن فوز الحمود بجائزة انتل ولقطات له أيضا بعد الفوز وتسمية الكويكب باسمه نتابع معا نتابع بجائزة انتل العلمية لطلاب الثانويات من جيران سادي عربية حاب أقول أن هذا فخر لي وفخر للمملكة أن منظمة ناسا أعلنت كوكب باسم الحمود حاب أقول أن هذا الإنجاز مو بس لعبد الجبار الحمود هذا الإنجاز للمملكة كاملة ترى الشعب السعودي هو بس يحضر وينافس بالعكس يقدر يفوز الأول بس إذا الطلاب اجتهدوا وجدوا تقدرون توصلوا لأي مكان طبعا سأرحب مباشرة من جامعة بوستن بالطالب السعودي عبد الجبار الحمود عبد الجبار يعني الآن هناك كويكب في الفضاء في مكان ما اسمه الحمود ماذا يعني لك ذلك؟ طبعا أول شيء حاب أقول أن هذا شرف لي وشرف لأهلي أنه في كوكب في فضاء باسمي طبعا هذا الشيء يعتبر إنجاز جديد للمملكة وإن شاء الله سيحفز الطلاب الجديدين أنهم يأخذون كواكب وتصير عندنا مجرات بأسامينا أكيد أنت أعتقد أول سعودي يحظى بهذا النوع من التكريم وأيضا أول سعودي يفوز بجائزة إنتل بالمرتبة الأولى أين كنت عندما تم إبلاغك بأن سيتم تسمية الكويكب باسمك؟ كيف تم إبلاغك؟ كنا قاعدين في جمعة عائدية بالظهر قريبا ووصلني الإيميل من ناسا أنه تم تسمية الكويكب باسمي فكانت ردة الفعل من العائلة جدا طيبة وأخواني كانت أول تعليقاتهم أنه خلي تكون عندنا أراضي باسمنا هنا بعدين نطلع للفضاء بس أنه أمي وأبوي كانت جدا فخورين تمام وتحولت طبعا ربما إلى أصغر الشبان في هذا المجال العلمي من ناحية الإنجاز عبدالجبار لو تفسر لنا الإنجاز الذي اكتشفته أنت اكتشفت نوعا من الفيروسات لتعديل جنات النبتة فسر لنا أكثر إن شاء الله هو كل ما في المشروع أنه الآن يستخدم نظام كريسبر كاس ناين وهذا النظام بالراحة علينا بالراحة علينا اشرح لي مبصر العلماء لما يستخدمون الهندسة الوراثية في النبتات تبقى كثير من الكيمويات والإنزيمات الضارة فأنا مشروعي كان يهدف إلى استخدام فيروس مضاد لهذه الكيمويات والإنزيمات بحيث أني أقدر أسوي هندسة وراثية بطريقة آمنة وبنفس الوقت أقدر أطبقها في البيئات القاسمة للصحراء يعني هذا الشيء يسمح بأن تقوم مثلا في المستقبل دول بمناخ جاف بزراعة نبتات حاليا لا يمكن لها أن تزرعها بسبب التقص نعم ومو بس الدول الجافة حتى الدول اللي فيها مناخ صعب من ناحية البرودة طيب عظيم أنت ماذا سمعت من ردود أفعال لهذا الاكتشاف يعني هو يخدم ممكن أن يخدم الكثير من دول المنطقة بسبب نوعية هذا الاكتشاف صح؟ نعم ماذا سمعت من ردود أفعال حتى الآن؟ طبعا ردود الأفعال الحمد لله كانت طيبة ويعني الحين اللي قاعد يصير أنه قاعد أحاول أطبق هذا المشروع مع جامعة الملكة عبدالله العلوم التقنية في ثول على أرض الواقع تعطينا فكرة مثلا كم من الوقت قد يتطلب لك قبل أن يتم تطبيق هذا المشروع واقعيا؟ نتحدث عن أشهر أم سنوات هل أنت تحتاج لتمويل؟ من ناحية التمويل نعم أحتاج أولا إلى أراضي زراعية تمنح لي بحيث أني أقدر أطبق المشروع في المنطقة الشرقية والمشروع يتطلب شهور وليس سنين فيعني النتائج سوف تكون قريبة إن منحت للفرصة على المشروع تمام وستكون أول أيضا أول سعودي وأنت لا يتخطى عمرك التسعة عشر عاما حاليا صح؟ نعم هذا صحيح في عدد من المقاطع على يوتيوب نشرتها أنت وبعض من الأصدقاء لك عندما انتشر اسمك على تويتر وفيسبوك وجهت رسائل للجيل الحالي للطلاب الذين يسافرون من المملكة للولايات المتحدة وعطيتم بعض النصائح تذكر لنا ربما أبرز نصيحة تعطيها الآن لشباب جيلك؟ طبعا النصيحة الوحيدة التي أقدمها للشباب أن يثابروا للعلم أولا لأننا الطلاب السعوديين وخاصة العرب عامة عندنا علم ونقدر ننجز ولكن نحتاج إلى التشجيع فرسالتي كانت مشجعة إلى جيل الشباب الحين لأن مع التشجيع نقدر نوصل إلى مراكز عليها عبدالجبار ربما البعض في العالم العربي ينتقد أنه نحن لا نقدر الشباب بشكل صحيح إلا بعد أن يتم تكريمهم بطريقة أو بأخرى في الدول الغربية أو في الجماعات التي يدرسون فيها هل أنت توافق؟ من هذه الناحية في دعم يكون من كل مكان ولكن ربما البعض يراه دعم أقل من الخارج ولكن أنا بالنسبة لي أحس أن إذا الشخص حاول أن ينتج سيكون هناك الكثير الذين سيساعدون تمام ربما المثابرة والعمل أكيد أكبر نصيحة عبدالجبار أنت ماذا تدرس الآن في جامعة بوستن؟ وإلى ماذا تطمح في السنوات المقبلة؟ أنا الآن أدرس الهندسة الطبية وأطمح خلال السنين الجاية أن أكمل مسار الطب الصحي وهذا الاكتشاف أو هذا التكريم إن كان من ناسا وأيضا من إنتل وأيضا تكريم من منظمة أو لجنة جائزة نوبل التي دعتك لحضور الحفل كل هذه التكريمات كيف تصعفك فيما تحلق به؟ أحلم بكثير أشياء صراحة ولكن كون أني أحصل على هذه الإنجازات وهذا الشرف يسهل لي تطبيق المشروع على أرض الواقع فحلمي الأول والأخير هو تطبيق مشروعي والاستفادة منه في جميع الحال طبعا أنت شاب سعودي مدعاة للفخر للكثير هنا في المنطقة العربية سأشكرك كنت معنا من جامعة بوستن الطالب السعودي عبدالجبار الحمود شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك